قد يصعب على الباحث أو المتابع للأوضاع في العراق إيجاد حدث أو قرار من دون أزمة مرافقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رفض توقيع على الموازنة بسبب احتوائها على مخالفات دستورية وقانونية عقب إقرارها في الثالث من آذار الجاري بعد مخاض عسير استمر عدة أشهر وأستمقاطعة كتل ورضاء أخرى بحسب مستشار رئيس الجمهورية فرهاد علاء الدين علاء الدين قال إن صيغة الحالية للموازنة تنطوع على مخالفات عديدة ستؤثر على مسار الدولة ككل لافتان الأنظار إلا أن الاعتراض لا يقتصر على تخصيصات كردستان العراق فحسب فثمانين بالمئة من المخالفات تتعلق بالدولة بشكل عام مشيرا إلى أن من بينها صلاحية فرض رسوم المحافظات والوزارات دون قانون ينظم ذلك وصلاحية مجلس الوزراء دمج وزارات ويعادة هيكلتها دون قانون ينظمها على صعيد آخر رفض معصوم للموازنة قابله موقف رافض أيضا لكل من جانب حيدر لابادي الذي قال إنه ليس من حق أحد إيقاف الموازنة بعد التسويت عليها من قبل مجلس النواب في مشهد يضاف إلى مشاهد سابقة مما يصعب فهمه في العراق الجديد وإذ لا يعرف ما إذا كان تداخل الأولويات وتشابك الصلاحيات سيفضي إلى صراع آخر لكن الثابت الوحيد المعلوم هو أن ما يجري جزء هين من منظومة إدارة دولة اللصيقة بنظام متهاون على أقل تقدير ترجمة نانسي قنقر